الجلسة بين السجدتين فيها معنى الاحتياج عرفتم معي؟ الاحتياج والافتكار لاحظوا الواحد يمجالس هذي الجلسة جلسة واحدة ايش؟ محتاج الصلاة فيها جزاء فيها تسبيح فيه ثناء فيه حمد فيه دعاء الجزء اللي مخصص للدعاء والطلب فقط فقط تدعو فيه فقط مو السجود السجود تسبع وتدعو لكن الذي فيه بس طلب هو ايش؟ بيغفر لي الجلسة بين السجدتين الجلسة بين السجدتين فيها طلب الجلسة بين السجدتين روكم من أركان الصلاة يعني ايش روكم؟ يعني تاخذ وقت يعني تاخذ طمأنينة حتى في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام يحدث أنس رضي الله تعالى عنه يقول أن تجلس من السجدتين حتى يظن انه قد وهم يعني نسي يظنون انه قد نسي منعش؟ الله أكبر من الوقت λέني يأخذ وقت يطول اي يطول يأخذ وقت تعالوا الآن ليش يطول إيش فيها الجلسة بين سيدين ماذا يقال فيها فيه رب يغفر لي رب يغفر لي وتكرارها وفيه رب يغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني وارفعني يخوان تدروني اشه هذه السبعة هذه السبعة كل ما تحتاجه أنت للسعادة والفلاح في الدنيا وفي الآخرة إذا غفر الله لك ورحمك وهداك وعافاك ورزقك وجبر نقصك ورفعك في شي ذاني هذه من الأقوال التي جاءت في الجلسة بين السيدتين في الصلاة